السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته يقال دائماً أن مشكلتنا ليست مع الله إنما مع الذين يدعون اسم الله أو يتحدثون باسم الله في الحقيقة هذا القول يجب أن نناقشه جيداً هو يقال كثيراً لكن قل ما أجد أحداً يعرضه للنقاش ويحاول أن يفهم كيف نفرق بين ما هو لله وما هو لرجال الله أو خلق الله الحقيقة المسألة لا تتعلق بمعرفة من هو الله وحقيقة الله ووجوده أو عدم وجوده ولا دلاء الوجوده ما هو موجود هو رجال الدين هؤلاء المسؤولين عن إشاعة أو نشر دعوات الله وأفكار الله ومواعظه ونصائحه وقراراته وما يشاء في الحقيقة نحن لا نعرف غير هؤلاء أما الله فهو بالنتيجة النهائية هو الذي يقال لنا بأنه طيب ورحيم وهو الأبر يعني ما يعادل الأب في الأسرة عندما نولد وننشأ ونكبر فدائماً هذا الأب بالنسبة أنه نموذج ننظر له كقدوة لنا وبالتالي هذا هو الإله الذي بطريقة أو بأخرى الذي نعتبر أنفسنا تابعين له أو مطبقين لتعليماته بالطبع هو الإنسان يحتاج دائماً ماكو إنسان ما يحتاج أن يكون هناك من يرشده ويساعده ويقوده في الطريق الصحيح لكن هذه المسألة يجب أن لا تتحول إلى عملية ابتزاز كما يفعل رجال الدين وهذه العملية طبعاً وجدت أذيان استغلالها واستثمارها فبالتالي يصبح الدين والرجال الدين هم الأناس المتخصصون في ابتزاز الناس ابتزاز الناس بمعنى مو بالضرورة الابتزاز دائماً يكون سلبي فيه جانب إيجابي لكن هو الجانب الأكبر هو ابتزاز الناس بجانب كأفراب لكن هناك الجانب الإيجابي أن هذا الابتزاز يتم في أنه يوحد الناس فيما بينهم والإنسان يعني يصير نوع من الإيثار أنه يضحب بعض الجانب من غرغباته وحاجاته في سبيل الجماعة وإلا ما راح تتشكل الجماعة البشري القول بأن الله هو يختلف عن الرجال الدين أو رجال الله أو وكلا الله هذا قول غير صحيح لأن الله لا نعرفه نحن إلا عن طريق هؤلاء نحن ولدنا ووجدناهم موجودون حولنا ويبثون هذا النفحات الإلهية الخاصة به ولكن ماذا يفعلون للناس الذين ليس لهم معرفة عميقة بالدين ولا تفاصيلة هؤلاء يولدون ويأيشون لكن هؤلاء بالحقيقة لا يؤمنون بالله الذي يجري العمل باسمه فعلا أنهم يؤمنون بالله الذي يسمعونه من كلام السطحي الذي يقوله رجال الدين على المنابر وفي مواقع التواصل أو في أي مكان عام وأي مكان خاص أيضا هؤلاء يقدمون الدين بالصورة والله نفسه بالصورة لطيفة ضريفة خفيفة على القلب بحيث تقنع العبد المؤمن بأن لا يتمرد أو أن لا يكفر فيقول أنت لماذا تكفر الله هو رحيم وطيب وكريم ورازق ويعطيه الصفات الممتازة جدا بعد ذلك إلا هو قاسي فهو مثل الأب يعني قاسي لأنه لا بد أن تطيعه والطاعة الضرورية فماذا يحصل أنت تعرف أنه هناك جانب خشن وعنيف في هذا الإله وفي الدين عموما ومكلف يعني فرائض 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 حولك لأماكنة تؤدي الفرائض فقط فقط هو الهدف شونه يدمر شخصيتك هو أهل الهدف فأنت تعتقد أنه هذا الكلام الرحيم اللطيف اللطيف بعد ذلك تشكل بداخلك صورة عن الله صورة ممتازة مثالية لكن هي مهم لا يسوى الإله الحقيقي هو هذا الصورة التي زرعها في داخلك رجال الدين فأنت بعد ذلك تأتي عندما تأتي تتحدث معهم تطالبهم بهذا الصورة عندما تحتد الأمور تطالبهم بهذا الصورة السؤال هو من يفعل هذا الشيء لا أحد تقريبا إلا قلة نادرة من هؤلاء الذين يدركونه بأن البون شاسع بين الله الذي تعلموه من رجال الدين وبين الله الحقيقي أو الوصايا التي التي يحمل الله طبعا أنها يحملت على كثاف الله لأنه تعرف الدين ويأكمل عبارة عن جهد بشري من رجال الدين أسوا هذه الدين لكن برروا بشرائية بأن هناك إله وأرسل هذه التعليمات ونحن غير مسؤولين عنها نحن بس مشرفين على الموضوع وهي هذه اللعبة الكبيرة لكن اللعبة الأخرى المقابلة أكبر شيطان بالحقيقة هو رجال الدين يعني شيطان لا يمكن حتى الشيطان أعتقد لا يستطيع أن يكون أكثر مهارة ودربة وخبثا منهم يعني ما معتهم أي شيء لعلاقة بالرحمة حتى شكلهم الخارجي شكل مزيف وما احترام الرجال الطين الدين الطيبين هم رجال الطين طبعا لأنهم من الطين من الأرض طالعهم فعلا يعني هم من الأرض رجال الطين فهؤلاء هم يعني أرفون الجنس البشري وهذا الذي هم صنعوه من الطين وخلقوه وبنوا قصص وكل شيء الخلاصة اللي أقولها أن الله ليس هو الذي أرسل الدين إنما الدين هو الذي أرسل إلينا الله ونحن صدقنا بهذا الإله وقدم لنا صورتين لهذا الدين الصورة المقافية لهذا الإله والتي هي صورة عنيفة ومتطلبة وقاسية وتطالب الناس بالمزيد من التنازلات والاستغناء عن الذات في سبيل الجماعة والتي هي الدين نفسة يعني والله هو رمز الجماعة فبالتالي أنت تصير بين أثنين فتظن دائما بأن بأن أنهم لا يمثلون الإله الحقيقي يعني تقولها لا 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 تجار دين هذا يحين بشكل موازي لكثير من القضايا الأخرى فالك مثلا هذا لا يمثل الدين وماذا يقصد؟ ويقصد بأن هذا الدين الذي سمعه على المنابر الدين الدعائي اللطيف هو بالضبط مثل الدولة الدولة دائما تقدم لك صورة بأنها دولة دولة رحيمة طيبة لطيفة ولكن هي في لحظة سوى دامات وتدب ناس في السجون خمسين أربعين سنة تقمع الناس تصوتهم يعني هو الدين هو صوت أيضا هو الدين هو نموذ الدولة مفهوم الدولة القديمة هو الدين نفسه وليس هناك الدين والدولة هو لو دين لو دولة ما لكو حالة ثالثة الدين هو الحالة القديمة والدولة الحالة الحديثة هو دين الآن ما أعلم مستحيل واحد يسوي دين لا يمكن بدليل ما ظهر أي دين لحد وهي هنا اللعبة عندما تهاجم رجال الدين يقول لك لا هذا لا يمثل إله بس توازن صعب وبالتوازن هذا فكرة الدين الصحيح فالناس دائما يطالب بالدين الصحيح يقول هناك دين صحيح يا عالم أين هذا الدين صحيح دائما لا يوجدون هذا الدين الصحيح لماذا؟ لأنه مثالي لأنه هو هذا الذي يقول يتحدث به هذا الدين الصحيح هو معدل التسويق لجذب الأتباع ولإثارة أحلامهم وهؤلاء فيرحون يتحدث يتحدث في هذه القضية ويرون الثغرات والأشياء المرعبة داخل هذا الدين لكنهم يتغافلون عن هذا تبقى هذا بداخلهم هذه الصورة اللطيفة للدين العصر الذهبي العودة للأصول فهذه كلها الضل موجودة داخل الإنسان المسكين الفرد الذي ولد ووجد نفسه في مستنقع الدين ومستنقع رجال الدين وأزو يعني يعني عبأوا دماغه بالطريقة التي يشاءون وجعلوه كائنا مشطرا مزدوجا لا يعرف أين الحقيقة فبالنهاية هو ما عند غير هؤلاء لأنهم يقول لك نحن نعرف كما تعرف وحتى عندما تأترض على واحد منهم تطرح على الثاني يعني عملية مركبة ومعقدة جدا في النهاية أنت الضحية الكبيرة لهذه الخرافة التي تسمى دين وفي الحقيقة هذه المسألة بيأكملها يكون هناك مسؤولية لها علاقة بالعلم يتولى عملية التوجيه والأرشاد والتعليم والتربية يوصلك إلى سن مناسب يعني بحيث تكون أنت إنسان ناضج وواعي وينتهي الأمر هذا الدور الوصاية ينتهي نهائيا ولكن لا تنتهي إلى اللحظة الأخيرة والسبب معروف لأنه كان الظروف الإنسان في المجتمعات القديمة مختلفة عن ظروفنا حاليا الآن ممكن أن يكون دولة وقانون نظامي يحفظ حقوقك من تذهب إلى مكان خارج من منطقتك مثلا أو مدينتك لا يوجد الناس يطفر عليك يسلبوك وينهبوك ويقتلوك كما يحدث في العالم القديم العالم قديم ماذا عبارة عن مدن متحاربة فيما بينه هذا العالم حتى القرن التاسعة ببلدان العربية الإسلامية لحد الآن كثير من ها ما زالت هكذا كل مدينة لها حصونها ولا حماياتها ولا قلعتها وصراع الحروب المستمرة بين المدن وقلاء المدن وحد الآن قلاء موجودة في كثير المدن العالم شكرا جزيلا وأسفل طالعا مع السلام